صباح الفل صباح الياسمين أحلى تحية إن شاء الله توصل كل مشاهدينا أو فيه اللقاء والبرنامج الصباح اليومي على القناة الوطنية الأولى بالفل والياسمين نصبح عليكم يوميا نتمنى لكم أحلى وأجمل الصباحات وكل عادة بداية وانتلاقة أسبوع جديدة إن شاء الله تكون طيبة وإن شاء الله تكون وعدة بالخير واليوم والبركة اليوم 23.23 في 2024 نبدأ ومنتوى 9 متعة صباح نقعد مع بعضنا سوعتين مزمان إلى حدود 11 صباحا في دليل حستنا أكثر من فقرة فيهم اللي تعودتوا بيهم بعد شوية رانيا بالي أخصائية في تقويم النطق جي بحثنا بيش تحكي لنا على البحة الصوتية شنية التمظهورات امتاحها العالمية امتاحها الوقاية العلاج وكيفش النجمو نربطوها خاصة بملكة النطق نحكيوا على هذية بالنسبة للرضع بالنسبة للأطفال وبالنسبة للكهول بعد شوية زيدة عنا لحقي قزوز مؤسسات اليوم سعادة جدا بيش نقدموهم للجمهور العريض حتى يتعرفوا عليهم ويتعرفوا على الخدمات امتاحهم بعد شوية ماريا مزريك تحكي لنا على مركز العمل عن بعد جيتنا خصيصا من القيروان بيش نتعرف على الخدمات اللي وفرها المركز هذية ويكون اليوم ينجم يلتحق به كيف كيف بعد شوية بيش يكونوا معنا السيسامي الطبيب يحكي لنا على قرية اللغات بيش أسألة تترح في خصوص اللغات اللي يحبوا يتعلموا لغة جديدة أو تكون عندهم مهارة خاصة في لغة ما انجليزية ألمانية إيطالية يابانية أو غيرها يتسائلوا كيفش ينجموا ويكون هذية تحت لواء الدولة ما هيش معناها مكلفة وبيش تكون أيضا عندها النزاعة المطلوبة قرية اللغات إنعم موجودة وتيبعة جامعة المنستير يجيب أحدنا سيسامي بعد شوية ويحكي لنا أعليها اليوم في الجانب الفني والثقافي سعدة جدا بيش نستقبل سيفتح العكيري بيش يجينا ويحكي لنا على ذكرياته مع الصرح الإعلامي هذية مع التلفزة الوطنية مع الخطاب على البيب وغيرهم من الأعمال اللي يشارك فيهم واللي صنعت عفوا مجد الدراما التونسية هذا وأكثر وبطبيعة ما تنسي وش موعدنا في آخر اللقاء بيش يكون مع صباح الكأن الإمضاء الخالد الياقوبي في الأثناء كالعادة أحلى وأجمل الصباحات معنا ومع الأنغام هذا الشكري عمر الحنيشي وراجعي سلسة جميلة عيونها قتيلة محليهم بالحق أغانينا التونسية فرصة أيضا الفواصل بيش نشكر حنينا الجيسمي اللي تخترهم لنا بكل عيني ونهدي النغم هذية سبيسيالما للفتيات ما تغشوش علي العنصر الرجالي اللي أمنوا اللقاء الصباحي لليوم الثلاث عنا حليمة ناجاة كريمة بسمة ونجوم هذو جنديات الخفاء اللي موجودات ويأمنوا لنا هاللقاء المباشرة هذية ونهديه زيدة الغنيفتي بأنها مرامعاية في المداخلة الولانية صباح النور مريم صباح الخير صباح الورد صباح الفل والياسمي مريم زريق عطالة أنت مشرفة على المركز العمل عن بعد بالقيرة واني السيسة البركز جيهوي العمل عن بعد أول حاجة صباح الخير دي سيكل يعيشك نصرك على الاستيضافة كيف كيف يعيشك وقتش قمت مريم بجيتنا وخلطت يعني ما شاء الله عليك من القروين التونس مسافة لمحالة ولكن جيت في الوقت كلو فيديكم مش مش كل فيدي الجمهور الخامسة غير بوعاكي كاقمت مي سابا سابا مصرح الكيز نعم معاك بوانغو تعرفت في تونس في تونس سميح في المدخل تونس يعيشك صحة مريم وفرصة بش نشكر الحقيقة كل الضيوف اللي قاعدين يتنقلوا ويجيوا احنا تعرف سياسة المركزية انه يكونوا التلفزة للجميع يجيوا الوجه لهم دعوة ويجيوا في الوقت ويلتزموا معنا ممتنة الحقيقة لهم الكل قلني مريم اليوم احنا بدينا في سلسلة قبل كنتي الحقيقة بديناها بدينا الركز ونسلط الضوء على الأقطاب التكنولوجية في تونس بدينا بقطب الغزيلة قطب منوبة انتو ما يثوري تتبعوا قطب الغزيلة الكلكم تتبعوا قطب الغزيلة بالنسبة للمركز الجهوي الذكية بالمركز الجهوي الذكي بالقيروين هو مركز من بين 19 المركز اللي متواجدين في أغلبية البلاد التونسية نتبعوا القطب التكنولوجي تونس الأقطاب التكنولوجية الذكية اللي هو سمارت فينيزين تكنو بارك كلنا نرجع بالنظر لوزارة تكنولوجية الاتصال ممتاز اليوم اللي شدني في الأقطاب وأصرينا أنهم يكونوا موجودين معنا مريم أنه الحقيقة عنا ما يذلل برشة صعوبات للبعثين الشبان عنا ما يسرهم المهمة عنا ما يسهل لهم الانتصاب للحساب الخاص وليك الفرد وقت ما عنيش خدمة ياسرة على الكامل متاع المراكز هذية يعني هذين نقولوا باحتراز وانتي صلح ليكين غالطة عليش ما عنيش خدمة كبيرة نعرفوا بالمراكز هذية وبالأقطاب هذية الحقيقة نحن قاعدين نعرف عليهم في الولاية معناها في ولاية القيروين ذلك هي خدمتنا معناها طيب نعطيك بسطة شنو المركز الجهوي اللي عملنا عن بعض القيروين بدأت وكانت في جويلة 2007 عنا طوى 17 سنين موجودين بخيس كون فافير المركز هذية كي ما قلت لك انت علاق في 2007 المهم متاعه هو تشجيع الشبان باش اللي يخدموا في مجال تكنوليات الاتصال يبعثوا مشاريع باش يكونوا متواجدين معنا الخدمات هذية تكون عن بعض اما مصدت للمؤسسات اللي متواجدة بالجهة المؤسسات الاقتصادية والإدارات حتى العموم مؤلف في خارج البلاد التونسية دونك انا نقول خدمات بهذا الحجم نخدمه أكثر على الكوم وهذيك عليش انتو ما بحضينا ومشكور سي لهميسي الحقيقة في تنصيق حضور سي سوفيان لهميسي في تنصيق حضور كل المكونات بتاع هالنسيش كامل خلينا نقوله الأقطاب هذية كي نقوله بالقيروين يعني كان جهة القيروين وإلا يشع على الجهة وعلى تونس الكل هو يشع على الجهة وعلى المنطقة كاملة المنطقة كاملة الحقيقة ونجم يشع عن بيانسور على التونس كاملة خدر جيش انتك تشوفه هنا ثم 19 مركز هنا متواجدين في البلايس الكل بخيسك وهذي زيدا مهم برشة في تمثيلية الأقطاب إنها تكون موجودة في تونس الكل اليوم عددية نعطينا قداش عندكم قداش يلتحق بكم سنويا ناخدوا فكرة الشباب اللي يحب يلتحق بالمركز أسألة بسيطة نبدأوا بها يعني وقتاش تبدأ السنة متاعكم وقتاش توفى التكوين وإلا عالم تداد العام مش تكوين هو نعطيوهم الفضاء باش ينجموا يبعثوا المشروع متاحهم من أهم الحاجات هو إيوائهم فهم كيف هالإيوائه هذية بيانسور فما مع عليم كيرا اللي هي بسيطة برشا نجم نقوله بالنسبة للسنة الأولى 40 دينار المتر مربع في سنة سنة الثانية 60 دينار المتر مربع في سنة سنة الثالثة 80 دينار المتر مربع في سنة معنى حاجة رمزية على الأخر رمزية أقل من حاجة رمزية فالتروى باليه هذو ما اللي أعطيتهم لك فما الانترنت تريو ديبي فبروبتيك فما الميذ والحراسة التنظيف كيف كيف اللي يخذ اللي عنده إسپاس غادي في السيبر بارك ينجم يتواجد يكون متواجد 24 على 24 7 جوار على 7 كيف تقولي سنة أولى أو سنة ثالية يعني فما مدة زمنية لكل الإيواء أيها فما مدة متع 3 السنوات انسوفيزان ولي نخلي يوم أكثر شوية بشي نجم يقف على سقيه بالقدي ويخرج بعد وخلي بلاسا الغيرو ممتاز شنية شروط الالتحاق يعني اليوم هنا من البرنامج جيدة فقط ترى في آلاف من الشباب الطموح اللي عنده أفكار واللي يمشي أكثر من الفكرة ويحب يجسم الفكرة متاعه فيه مشروع السؤال يطرح فيه إطار الشفافية والوضوح شكون اللي عندهم ويحتضنهم الماركس حاجة بسيطة جدا اللي هما يكونوا تونسي الجنسية ساعة أو بالنسبة خاضع للأحكام التشريع التونسي بالنسبة للذوات المعنوية يكون سورتو البروجين متاعوا ان رلاسيون اوك الاتيك تكنولوجي للانفرميسي ولكمنيكيسيون نجم نعتيك الاتيك أبو بخي شنوى فيهم ميسي تري لارج فما توسكي تطوير البرمجي توسكي ديبلوكمان ويب ديبلوكمان موبايل انفوغرافي مراكز النيد توسكي بلاتفورم دو بلاتفورم دو لورنين فمت إذيك الكل اللي نخدم فيه توسكي انتليجنس ارتفع كيف كيف البروجي هدو اللي يبدأ عندهم سيلة بهال الميد النشاط نقبله ما فما حتى رسترقش ما فمش اختبار ولا كاستينج لأنه هنا في علاقة بالعرض والطلب مريم يعني يبدو لي سوق مليحظة وانت كلا عادة تصلح لي يعني يبدو لي العرض أكثر برشا الطلب أكثر برشا من العرض بمعنى وأنه عدد الشبين أكثر برشا من المساحة اللي تخصوها انتوما للإيوان الحقيقة معناها بالنسبة هني قلت لك فما ملف بسي تحضروا فيها نسخة من بطاق التعريف فيها سيفي متاعوا فيها ديبلوم متاعوا فيها دراسة المشروع فيها مطلب إيواء ينجم تليشارجيه من البول من سيتم متاع البول متاع الـ S2T www.s2t.1 ملف بسي الحقيقة 99% من الملف تليور دو على المركز معنا يكون بختيكم إذا يدخل في الميدان النجاة مقبول فهمت كيف اللهم خطر هو الاسباس يحكم فينا ساعات من نجم ما يبدأ فيما فضاء شغل بش نجم خالي يوب معنا شنية الامتيازات مريم اليوم إذا كان أنا توفرت فيها للشروط إذا كان أنا نالني الحظ هذية وكنت موجود وعندي مساحة في المركز هذية شنو ما الامتيازات توفروها ملنا كمركز أبار الإيواء فهمت تعطيل مخلاف الإيواء الإيواء تهنين سيدخلنا واخذينا مكان بتاعنا هو كي بدأ متواجد في المركز ديجا فهمت كومينات ديجا دير بيه معنا الوفاة تغادي فهمت الستركتور دابي الكل ينجم معنا أي مشكلة يتعرض لها النجم نعاون فيها بقدر الامكان كيف بالنسبة لقوروين ستونزون ديبلوپمان ريجونال فهمت بزر بايور دفن فهمت بزر برغم اللي برش نتفعو كينو متواجدين في سيبر بارك وصلت لهم المعلومة بهالي برغم هاي ونجم نتفعو حتى بدي دن معنا حتى معنا اكيب من فهمت كيف ممتز دونك اللي جي من لول الفكرة ويدعم الفكرة هذيك يلقى لقاحات اللازمة سلطة الاشراف فيش تعاون هنا لانه اللي همنا زيدا انه ندعم كل ما يسمى برقمنا بالتكنولوجيا هذي هو الرهين يظهر للاسمة والاكبر هنا هاني قطلك معناه كما قنت نحكيلك اكثر من هكا ما فهمي ايش معناها معاونينهم كل سوات قطلك بالبروغرام اللي موجودين بالتكوين بالنسبة لنا احنا كسيبر بارك نقوم بدورات تكوينية حاليا معناها قاعدين نعملوا في ويبينير ويبينير نجيبوا معناها فما يبدأ موجود يحكي لنا على نقطة معينة يفسر هالهم بالنسبة للمشتركين يبدأوا متوجدين معناها في هال ويبينير هذي وبرش معناها يلقى حلول في كل ممتاز تصير مطابعة مريم للشبين هذوما للبعثين هذوما بعد ما سيكملوا فترة الإيواء بش يخذوا تجربة خاصة من نوع آخر يعني نقولوا وقتها بش يعرف ما وفرته وما وفره للمركز الكل بش يحطوا على ميحك الواقع وبش يصنع جوانا حل روحوا وبش يخلق دي غاسي زيدا روحوا صحيح فما أنتو دموغتالي 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 اللي هو الحقيقة تسمى معنى هذوما 60% من هالي بروحوا موجودين خرجوا من سيبر بارك وتوجدوا في بلاي سخرين كريو على روحهم وزيدوا كبروا وزيدوا حسنوا من روحهم فمت كيف تقوموا بالمتابعة هنا الحقيقة موالا سيئة يعني ستقلوا للسيبر بارك يرجعوا لي يحكي يقولوا لي مادام يجي أشوف الإسباس متاع كيف ولا ولا حاجة فمت كيف اشت مي إجا نقول لك هنا سي انت بار د الانتروبراناريا فما الاسبري انتروبراناريا الملول فمت ان لئ ان لئ فمت يعني معنى شو سا فمت خاطر فما بالعكس نحكي لك على معنى فما بالنسبة لسيبر بار قروين عنا اسباس كوركينغ وي وورك اللي هو فيه برشة معنى حاليا معنى عندنا حدش منخارط فيه فما فيه دف خيلانسور اللي هما قاعدين دي زيتي دي وقاعدين ديفلوبي وحدهم كل انكوبation غادي سايرة ومبعد يلقاو روحهم دون معنى منجمش يقعد يختم هكاكا بالعكس معنى مش نقاعدين نشجعو في الانفورمال با دوتو فيه كيف كيف دي زيتوديون فيه شكون الفضاء هذية فيه شكون متواجد في الخارج في فرنسا ولا يحد يخذ يشترك فيه ويجي وقت الوقت سلاعة بشي نجم يخدم منجمش يخدم مع داره يطلع على داره يتسا يخدم في الفضاء هذية الكوركينج ممتاز اليوم نفرح برشا وقت اللي نقدم مركز العمل عن بعض بالقيروين لأنه يستحقوا أنه نسلط عليها الظو ونعرف به أكثر وأنه نخليه ويشع أكثر فأكثر قولي مريم اليوم نعاود نحب نفتح قوس فقط على الرقمنا لبروجية هذوما هالشبين هذوما اللي يستهويهم عالم التكنولوجيا عالم اليوم الوجهة أو البوصلة يظهر لي في الاتجاه الذية دون كريهن هم صحيح أكيد أكيد نحن أبسط حاجة نبدأ مروحنا كإدارة نقعدين نخدم على منظمة تعليسة باش نسهلوا باش نسهلوا برشا حاجات في الإدارة متاعنا هما كيف كيف تبركال عليهم معنا ساعتنا سمع دي برغرام مش نجمش نحكي عليهم من دي تاي مي دي سوليشيون يخدموا فيهم اللي قاعدة تسهل برشا حاجات معنا كوسوسوال المواطن الإدارات برشا حاجات ممتاز دونك احنا الحقيقة بدينا فكرة بديناها من عمني ولنجمعوا أفكار مشاريع دونك اليوم الأفكار المشاريع موجودة الشباب برهن مريم مرة أخرى اللي قادرين وأنه نخلقوا أفكار ونجدوا في الأفكار هذية عندكم يظهر لي البنك آخر من الأفكار المشاريع في المركز هذية على الأقل موجودين أعذر لي كما قلت لك معنا بالنسبة للجهات نخدمه انغيزو كما تشوف هنا موجود حتى يبدأ بفكرة هو نقاتروه نجمه نجمه نساعده نبحثوه لشكون نجم يزيد يعاونه يزيد يذل الصعوبات لنجم يلقاهم وكما قلت لك هو نحب يكمل ويتابع ويكون من الأول صعوبات تعرضه ويكمل وضح نحن نقوله ديما خسائص ذاتية في علاقة بشخصية البعث الشاب فقط حتى نختم معاك أنا نحب نقول لك نعطيك بنسبة للقروين عن أحدش المؤسسة متواجدة معنا في سيبر بارك اللي هم يخدموا في 60 موتن شول معناها لنجم نقول لك هم كلهم من بريس كول من حامل هيد العليا لهذه حاجة باية وبالنسبة لكوركين عنا حاليا حدش مشترك فيه ممتاز وإحنا لحقيقة قدش نثمن هذه خاصة في علاقة بالماكان اللي هو القيروين ونعرفه نسبة البتالة ونعرفه حتى نسبة الانقطاع المدرسي وغيرهم الأحصائيات اللي كان نجمعوهم مريم مع بعض منوليو نثمنوا برشة الأحصائيات الأخيرة إمتعك نجمعو ننتظر تغيير الواقع على القيروين وأحواز القيروين من خلال هذه المشاريع إن شاء الله إن شاء الله بالحق معناها حتى في الأحواز يجيونا ساعة ومشكورين المؤسسات المتوجدة معنا قاعدين ينكادروا فيهم زيادة بالحق معناها سفيد بلزير إن شاء الله إن شاء الله يكونوا وكلهم رهم دي جون نجمعو نقول لك اللي حلموا بحاجة وعندهم إيدي وفي الأخر سيخطوا معناها تغيير السيبرباق نجموا يكونوا معناها يحقوا شوية الهدف متاحهم إن شاء الله على كل نحن نفرح برشا إن شباب يخوذ حلمه وينجح في الحلمة هذية وخاصة إن يكون عنا هيكل دولة يعني هذا ما نعرى نقدم لكم في مراكز عمومية تحت إشراف وزارة تكنولوجيا الاتصال اللي تحط خدمات بالنوع هذية بالنوعية هذية بالجودة الخدمات هذية لفائدة الشباب يعني كلمة أخيرة مريم ونحب إنها نحييك مرة أخرى ونحيي كل الإطار القائمة على المركز هذية أكيد يعطيك صح نحب نشكرك مرة أخرى ونشكر سيد رئيس المدير العام بتاع القطبة التكنولوجيا سيسوفين لهميسي اللي أتيح لي الفرصة هذية مش نكون متواجدة معاكم ونحيي زملائي لكل كسوا في تونس يعيشك مريم شكرا لك مريم أزريقات الله كنت سعيدة بالتعريف بهالمركز لأنه ساعات عنا برشة مراكز عنا برشة هيكل تقوم بخدمة ممتازة ولكن للأسف ما هيش قاعدة توصل ولكن مش بالدرجة المطلوبة للجمهور العريض شكرا لك مريم شكرا على المقروض زيدا شكرا جزيلا على المقروض في إتارة الشفافية في إتارة الشفافية صح يا لله مقروض القيرا وين وصلنا زيدا والذوقو ما زلتنا أما يتيك صح يا مريم شكرا لك يلا بعض الحركات الرياضية في نفس التوقيت يوميا على القناة الوطنية الأولى نبحثوا من خلالها شوية إيجابية ونغيروا شوية في الموضة بتاعنا وراجعين بش نستكمل اللقاء مع بقية الضيوف شكرا للكوت شريم البوسيلمي لمرأة أخرى تأكدلنا أن الجسم السليم في العقل السليم إن شاء الله ديما تكونوا لباسوا بخير وبعض الحركات الرياضية من فيها باس رجعلنا للتوازن النفسي والذهني أمتعنا هوني سعيدة بشنا نقدم مركز آخر في شكل قرية اللغات سعيدة باستقبال مديرها حاضرة معنا صباح الفل صباح الورد سيسيمي صباح الورد صباح اليسمين وصباح الفل والزعطر والزيتون يعني فيك صح يا سيدي على هالتحية المزينة هذية أنا بش ما نقاطعك سيسيمي شنو ورايك هذي عنصر مصور وراجعت لك بش نحكي أكثر على قرية اللغات وعمدا باش يستنيونا وانلي قاعد هاكا يتحرك ويحضر في قهوة يجي حضر قهوة ويشربها قدام التلوزة خلينا في الأثنين نمشيه للعنصر المصور هذية بإمضاء زميلنا مراد مزيود وراجعي احتل الجنوب التونسي المرتبة الخامسة ضمن أفضل عشر وجهة سياحية في العالم لسنة 2024 وذلك حسب التصنيف السنوي لدليل الصفر والسياحة روتار وتأتي هذه المكانة بعد أن استعاد الجنوب التونسي حركيته المعهودة بعودة توافد السياح الأجانب وهو ما سامى في ارتفاع نسبة الوافدين إلى 40% مقارنة بالموسم الفارض بالنسبة للتتويج هذا كان معناها بتظافر كل الجهود معناها خاصة رجوع الخط بتاع بيريس توزر توزر بيريس كذلك الخطوط الداخلية كذلك التسويق معناها كان على أحسن ما يرام هذا كعليش معناها العدد الليلي المقضات معناها ارتفعت معناها بنسبة 45% في جهة توزر وفي بعض الأحيان فما نزل وصلنا حتى الـ 60% و63% من طاقة الاستيعابة متاعنا في كامل سنة 2023 بالنسبة للسنة اللي تعدت هذي سنة 2023 مقارنة بالسنوات اللي قبلها متعتبر سنة ممتازة جدا على مستوى الكم والعدد معناها برشة اقبال كبير ياسر على الصحراء برشة طلبات موجودة وخصوصا معناها مؤخرنا ان الصحرى التونسية معناها والجنوب التونسي مصنف معناها من برشة معناها منظمات معناها مصنف معناها في مرتب المتقدمة أخيرا معناها والروتار معناها حط في الجنوب التونسي في مرتب الثامنة ياسر عما هذه حاجة بها ياسر تتويج اعتبره أهل القطع ساهن في استرجاع مكانة السياعة الصحرائية وإشعايها عالميا خاصة لما يلتاز بي الجنوب التونسي من تنوع طبيعي مهم ذو خصوصية منفردة تعتبر سياحة بديلة بالنسبة لسياحة التخيم في الصحراء وقاعدة تجي في برشك ليونيت وقاعدة عندها امتيزات كبيرة يسر بحكم المناخة متاعنا متاع الصحراء اللي هو حاجة فريدة قربنا من أوروبا معنى الصحراء قريبة من أوروبا الصحراء متعتنا متعتبر منها أحسن الصحاري في العالم لا تعتبر حاجة جديدة وحاجة سمحيسة إن شاء الله للبلاد ولم يخفي المغتصون في المجال السياحي إلى مواصلة العمل والمحافظة على هذه المكانة مطالبين مؤسسة الدولة بتدليل عديد الصعوبات التي تعيق تطوير المشهد السياحي اللي نطلبه واللي يجبنا نطلع له اللي هو نحافظه على اللي عنه أما بإمكاننا نزيده برشة ونتقدمه برشة وخاصة فيما يخص المطار أول شيء المطار انتعنا يجب ما يخدم المطار راهه إنيسياتيف بوليتيك ما فيه حتى حاجة أخرى إذا كاننا اليوم نشوف الناقل الوطنية غايبة ونشوف تونيسير إكس بريس غير منتظم على مطار انتع توزر أراني ما نطمعش في الأجنبي بشي جي ويخدم لي مطار توزر ثنين التشجيع اللي وقعه الأخراني فيما يخص ثلاثة سنين احنا قبل نعطه في خمسة سنين على مطار توزر وعلى مطارة برقة ويظهر لي على قفص معناه اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي نحنا قبل كنا نعطه في خمسة سنين علش السنان نعطه ثلاثة سنين واحنا ما زلنا لتو ندجه على الأقل وصلي في الخمسة سنين ويعمل ربي كيف يرجع مطار يخدم وترجع أمور يباهي الوقت ذاك هتو ننقشه خلي نحلوا الملف واحدة واحدة اثنيا نلتفتوا للنزل المغلقة فيما يخص الرجون انت عطوزر وانت عقبلي راي كيرثا كبير ياسر راي نزل تحلت في ميوم من الأيام واليوم راي مسكرة اليوم البنوك مكب للناس اليوم ما ثماش فلوس اليوم ما ثماش قروض عنا حاجة وكلات الأصفار لفتة لهم فيما يخص الماتريال الرولان فيما يخص ماتريال النقل السياحي اليوم راينا ما نجموش نمشو نشرك راهب اليوم حتى إذا كان عنا شوية نتاع فلوس ما نجموش نلقو كرهب اليوم اللي ما عنداش فلوس ولا تظل كرهب موجودة ما ثماش قروض كما قبل المطلوب هو أو الحاجة معناها يزم الخدمات تكون معناها ترتفع إلى مستوى عالي لأن بالخدمات كي تبدأ في مستوى عالي الحريف معناها يعود يرجع بحثانا هذا هي الشيء الأول الشيء الثاني زادة يلزم معناها أن المنتوج متاعنا يكون منتوج معناها متميز ومنتوج معناها فيه الكثير من الخصوصيات معناها كما تول معناها في توزر معناها عنق الجمل معناها شبكة مغزة معناها كذلك نجمو نقومو بمأتوبات غداء أو عشاء معناها خارج النزل معناها الموروث الغذائي الموجود والثقافي الموجود في توزر هذي الكل يلزم يكون معناها يتحط في المرتبة الأولى بشان نجمو نطورو بالسياحة متاعنا في توزر اختيار الجنوب التونسي واحدا من أفضل عشر وجهات عالمية هو نتيجة عمل مشترك بين السلطة الإشراف وإطارات وعمال القطاع السياحي ونجاحهم في تطوير المرفق السياحي وإعادته إلى الواجهة والمنافسة العالمية بامتياز شكرا لزميلي مراد مزود وشكرا لكل زملائي الذين قاعدين يدخلوا معنا في المباشر عن طريقة تقنية وعلى عن طريق العنصر المصورة نرجع للبلاتوب نحكي على قرية اللغات سعيدة بقدمت ضيفي مدير قرية اللغات سامي طباب مرحبا بك سباح الفل ولياسمين مرة أخرى سي سامي جيتنا تحديدا مشابة من المهدية هكا ولا؟ نعم وقدش خرجنا السباح وقدش قمنا السباح لاربعان تاسباح لاربعان تاسباح وطريق كيفش كان؟ الحمد لله لبس مسرح الله الكيز في دوصنا لبس هذه كل الفائدة يعني كل صحة وشكرا جزيلا سي سامي أنك جيت بحضينا اليوم باش نسلط الضوء على قرية اللغات ونقدمها للي ما يعرفهاش ونقدمها أكثر للي يعرفها قل لي سي سامي مني نبدأه إذا كنحب نحكيه على القرية هذه ساعة قديش عندها موجودة كهيكل كهيكل كمؤسسة كمؤسسة لأننا نحكيه على الأحداث ونحكيه على التأسيس الأحداث قرية اللغات هو يعود تاريخها إلى قانون 2008 أي يعني من 2008 صدر قانون أحداث قرية اللغات وفي ذو هذا القانون تم أحداث ما يسمعناها أحداث قرية اللغوية الصيفية من 2009 حتى إلى 2016 في ثلاثة مناطق في نابل في مهدية وفي جربا يعني تربصات لغوية في الإنجليزية في نابل والإيطالية والإسبانية في المهدية والألمانية في جربا ومن 2016 توقفت التجربة هذه التي هي صيفية قتلك صيفية كان صيفية صيفية ثم 2013 ترصد ميزانية لبناء مقر رسمي لقرية اللغات التي تم أحداثها في 2008 كمشروع وتم بناء هذا المقر وتم تتشينه في 2017 لكن النظام الترتيبي أو التنظيم الإداري والمالي ونظام التربصات لقرية اللغات مصدر إلا في 2021 جمع 2021 وفي ظو هذا الأمر الحكومي تم تعيين نواة أولى لقرية اللغات إدارة وكاتبها وبعض الموظفين بعض الأعوان ومن ثم بدأت تأسيس لقرية اللغات كمؤسسة ممتاز نحكي على هذه ثلاثة سنين تقريبا يعني تقريبا بدنا نأسه في هذه المؤسسة قائمة الذات مؤسسة عمومية ذات سبغة إدارية عند الاستقلال المالي بدنا في تأسيسها منذ سبتمبر 2021 ممتاز ثلاثة سنين معنى؟ تقريبا ثلاثة سنين الحسبة بستعطينا مدة أكثر ثلاثة سنين ثلاثة سنين من الإشعاع ثلاثة سنين من خدمة اللغات كنقولوا قرية اللغات معنى القرية سيسين أنه اخترتوا قرية أنه نص القانوني اللي أحداثها اختار قرية مقالش مركز مقالش مدرسة مقالش كلية قرية اللغات عليش؟ نعم قبل ما نجيوبك على سؤال هذية نحب نوضح أنه النشاط الفعلي لقرية اللغات منطلق إلا في شهر مارس 2023 لأنه من 2021 قعدنا تقريبا عام ونص ونحن في مرحلة التأسيس يعني إنشاء النواة الأولى للإدارة تركيز الإدارة التحطيرات اللوجستية الإصلاحات البنية التحتية لأنه مقر قرية اللغات تم تتشين 2017 وقع تقريبا أربع سنوات دون استغلال فعليا عام عام حتى عام ما وشي كامل معنا فعليا فعليا عنا تقريبا ساتة أشر انطلقنا في النشاط بشكل رسمي واضح جدا نرجع للقرية سي سامي قرية اللغات عليش الاختيار التسمية ونعرف أحنا أن التسمية والأسماء تشيب المحتوى أو يزم هذة تكون أكثر ما يمكن وفية للمحتوى قرية اللغات عليش مشكلة مؤسسة الأخرى عندها خصوصية متميزة عن بقية المؤسسات الجامعية الأخرى لأن تمثل في مهامها لأن مهامها مختلفة ما تتقتصر على التكوين أو التعليم فقط يعني قرية اللغات هي شاملة فيها التربصات اللغوية فيها التدريب اللغوي للعموم فيها الأنشطة الثقافية والطرفيهية وجميع المعارف التي تشتغل باللغة وفيها قرية لأنها تتوفر فيها كل مقاومات الحياة توفير فيها المبيت فيها الإعاشة فيها التدريب فيها فضاءات للترفيه للتنشيط الثقافي إلى آخر في كل المتطلبات الحياتية يعني كل الخصوصيات والسيمات المتوفرة مجمعة مرتزة مجمعة في فضاء واحد في فضاء واحد في القرية هذه في القرية هذه به شكون اللي نجم يحظى بخدمات القرية هذه يعني اليوم احنا نقدمها كمؤسسة عمومية يعني تحت إشراف كنقوله مؤسسة عمومية تحت إشراف جامعة المناستير جامعة المناستير كيفما قدمتها في بداية اللقاء به شكوني نجم يقرأ في القرية هذه وأن لا يتكون وأن لا يتدرب وأن لا كل ما أتيتم على ذكره قرية اللغات قرية اللغات هي عندها ثلاث مهم أساسية المهمة الأولى من أجله أنشئت قرية اللغات هي تأمين التربصات اللغوية للطلب النظاميين المسجلين في المؤسسات الجامعية التونسية في اللغات الأجنبية يعني هذه المهمة الأساسية التي أنشئت من أجلها قرية اللغات أما نوضحها شوية بمعنى أنه تتم تكمل لما يدرسوه في جامعاتهم للأخرى حكا؟ أحب أن نوضحه مبسط للساد المشاهدين يعني قبل 2006 كانت الدولة التونسية ترسل مثلا الخارج لبريطانيا طلب المتميزين للقيام بتربص لغوي في بريطانيا يعني لأن غيماس اللغوي في بيئة اللغة التربص لكن تجربة ذي توقفة 2006 لأنه لعدة أسباب يطول شرحها فقالوا لما لا هذاك عليش من بعد جي قانون إحداث قرية اللغات أنه فعوضا نرسلوا طلبتنا إلى الخارج أن نعملون لهم مركز يتوفر فيه جميع الظروف الثقافية والحضارية إلى خيره للغة التربص نوفرون لهم طلبة يتكلموا اللغة الأم مكونين أجانب نوفرون جميع فعوضا نهزم للخارج نجيبوه لهم الخارج لقرية اللغات وباش يصير عملية كالتواصل والانغيماس اللغوي إلى خيره باش ينميوا زادهم اللغوي وكفاتهم التواصلية هذا هو ممتاز دوك هكا تكون جاوبني على الجانب اللي هو يعني الطلبة المعنيون به هو الطلبة اللي يدرسوا في اللغات في جامعات أخرى كي مانو فاذريل وقالا في جامع منوبة كولاية منوبة وغيره ثم شكون آخر لا باش نواصل وعاد في النقطة هذه ما زلنا في النقطة هذه جد توضيع يعني طوما في المهمة هذه احنا الصيف الفات يعني أمنا دورتين دورة خاصة باللغة الإنجليزية ودورة باللغة الإيطارية يعني ممتدت من واحد جويلة حتى ثلاثين جويلة يعني كل اختصاص نخصوله خمسة عشر يوما يخذينا تعاملنا مثلا في الإنجليزية مع سبعتاشر مؤسسة نتعاملوا مع سبعتاشر مؤسسة جامعية تونسية خذينا النخبة من الطلبة المتميزين جبناها من قرية اللغات يعني أمنا لهم الإقامة والإعاشة والتكوين ووفرنا لهم أيضا يعني مرافقين بداغوجين أجانب مشترك لنغيماس اللغة وإلى خيري وبطبيعة في النهار يعني في الصباح يكون هناك دورات تكوينية في اللغة ثم في العشية فم حصص يعني أنشطة ثقافية طرفية في المساء في الليل إلى خيري بلغة التربس يعني يعني تقريبا هذه بش يعيشوا بها ويتخاطبوا بها ويميرسوا اللغة يعني ممنوع منعا باتا يعني استعمال في قرية اللغات غير لغة التربس إذا كانت لغة التربس هي لغة الإنجليزية الطلبة مفروض عليهم يتكلموا كانوا باللغة الإنجليزية واضح ولينا برشة صور للأنشطة المكملة لأرسلتهم للأسيسيمي في علاقة بهذا الكل ثم هذه المهمة الأساسية المهمة الثانية هو أن أمنوا دورات تكوينية في اللغات الأجنبية وحتى اللغة العربية للنغة التكنمية للعموم من التونسيين والأجانب يعني هذه المهمة الثانية وأن أمنها بالطبيع الحال بمقابل ومقابل رمزي هو على فكرة المهمة تقول مقابل رمزي يعني قدش مقابل رمزي يعني تقريبا في حدود الساعة بتقريبا في 3 ديناير يعني معلوم رمزي يعني مثلا المستوى مبتدأ 60 ساعة 180 دينار أو مثلا 40 ساعة 150 دينار يعني هي أسعار رمزية لأن قرية اللغات هي عندها وظيفة تعليمية أيضا وظيفة اجتماعية معندها شغاية ربحية ولا وهذا هو أنا ذكا اللي اسألتك على الفلوس دون أي احتراز زيدا لأنه اليوم هي مؤسسة دولة هي مؤسسة عمومية تحت إشراف جامعة المونستير ولكن يعني من باب زيدا حتى باش نخليه أنه تعليم يكون سيريوي يعني جدي يعني يعني مقابل رمزي ورمزي جدا كنقوله الحقيقة الثلاثة دينارات ثم تعليم عن بعض سيسامي هذي شكونا المعنيين به وكيف شتم العملية يعني بخلاف المبيت وبخلاف الحضوري يعني التعليم الحضوري والتكوين الحضوري يعني طو أحنا في المرحلة أولى كبداية يعني فالأشهر هذه أمننا دورات حضورية للعديد من الطلبة ومن عموم الناس ومن حتى من الموظفين إلى خير وأمننا حتى للأجانب في الصيفة يعني جوانا يعني فريق من روسيا ودرسوا اللغة الأنجليزية في قرية اللغات يعني امتداد تقريبا 21 يوم إلى خير وهذا كان بمقابل هذه في مرحلة أولى كان حضوري أحنا قاعدين نشتغل أحنا طوال منذ تقريبا شهرين أسسنا ما يسمى بقرية اللغات الرقمية لتعليم اللغة العربية للناتقين بغيرها بالشراكة مع الشركة الشركة المتحدة لإنتاج التعليم بالأردن هذه بالشراكة لتعليم الأجانب باللغة العربية ثم محليا هنا توقعين نشتغلوا باش نقسوا قرية اللغات الرقمية باش ندرسوا أو نكونوا في اللغة العموم الناس يعني تونسين وحتى الأجانب اللغات جميع اللغات يعني ما هو حضوري سننقله أيضا في جنب آخر إلى تعليم عن بعض هذا قاعدين نشتغل وليه اليوم يعني اليوم ما عندوش الإمكانيات تعوزوا الإمكانيات باش يتنقل باش يمشي باش يكون حاضر في القرية في المهزية ينجم اليوم من داره ومن مكتبه ومملكين اللي هو فيه يكون حاضر يكون طالب من طلاب العلم داخل القرية هذه ولكن عن بعض اليوم قد يش عنا كان عنا عدديا قد يش عنا عدد المنتسبين للقرية احنا ما عناش طلبة نظامين أو قرين يعني مثلا العموم الناس يعني كل الدورات كل دورة يسجلوا يكتمل النصاب مثلا باش تنطلق الدورة يكتمل النصاب يعني هو الطلبات الكبيرة في الإنجليزية وفي الألمانية وبشكل أقل في اللغة الإيطالية والفرنسية ويردت سيسامي أنكم تضيفوا لغات أخرى يعني إلى جملة اللغات اللي ذكرتها أنت حسب الطلب يعني يعني عرضوا طلب عنا زيدا حتى على مستوى اللغات نعم يعني عنا في القانون احنا الفريق في قرية اللغات يجب أن يقلش عن عشرة متكونين يعني بين عشرة وخمستاش يعني كنلقاوا فريق طلب مع عشرة يعني متكونين يحبوا يدرس مثلا اللغة الإسبانية أو الروسية أو كذا يعني المجال مفتوح عن الأساتذة عن المكونين مكونين أكفاء يعني المكونين كلهم من أساتذة جامعين من خبرة يعني من خيرة موجودة على الساحة الجامعية هذا فضلا عن البنية التحتية وعن الظروف التكوينية المناسبة فقط حبيت نعرج على المبيت لأنه برشا ناس يحبوا يكونوا موجودين يحبوا يتعلموا اللغة من ألفها إلى هيئها ويحبوا أنه يخذوا وقتهم الكامل على متداد دورة المبيت شنوه شروط الالتحاق به وقد شتاقت الاستيعاب نتاعه سيسيني؟ المبيت عنا في 180 سرير يعني تقريبا 90 بيت الشروط أنه يكون هو متكون في قرية اللغات نجم وفرول المبيت بسعر رمزي يعني كما قلنا رانا ديما نرجع أن قرية اللغات عند وظيفة اجتماعية تراعي المقدر الشرائية والمستوى المعيشي للتونسيين يعني بسعر رمزي كما التكوين بسعر رمزي حتى المبيت بسعر مخفض جدا فما السن سيسيني يقولولي فمشي سن أدنى سن أقصى للالتحاق يعني بالقرية في علاقة بالعمر هنا بالنسبة للدورات التكوينية للعموم هي مفتوحة من 18 سنة فما فوق لكن هذا ما منعناش احنا بفتح عملنا دورات خاصة في الصيف في شارقوت ففتحنا دورة للأطفال من 6 سنوات حتى الـ 18 سنة وكانت تجربة ناشحة جدا يعني أحظاء والتلاميذ الحاضنة على الأقل المهدية والرجيس وقتر تساف بهذا التكوين وكانت تجربة ناشحة جدا وحتى في العطلة الفيتة عملنا يوم تنشيتي للأطفال من السن بين 9 و 12 سنة يوم تنشيتي في اللغة الأنجليزية كوناهم في اللغة الأنجليزية يعني هي قرية اللغات مفتوحة لجميع الشراء حاضنة للجميع وفرد وقت عنا بخلف اللغات ساعات هكا تعملون ندوات الندوة الأخيرة اللي كنتوا حاضرين بناتنا وجيتوا حاضرين هوني في حوار مع زميلي زيادة هنية كان حاولا ذكاء الصناعي اللي قدما نحكيه في الموضوع هذي وشوي نظموا ندوات في علاقة بمواضيع أخرى ولكن في علاقة بمواضيع حياتية زي تنجم تعاونهم في ممارسة المهنة بتاعهم وألا في طلب العلم طيب هنا نجي للمهمة الثالثة لقرية اللغات قلنا المهمة الأولى تهم الطلب النظامين المهمة الثانية تهم العموم المهمة الثالثة هي قرية اللغات عندها مهمة أخرى ثالثة أساسية هي تنظيم التظاهرات العلمية والبداغوجية والتكوينية والثقافية يعني وأيضا هي تحتظن المؤتمرات والندوات التي تنظمها مؤسسات أخرى يعني قرية اللغات الجانب العلمي هذي تهتم قرية اللغات لا تهتم باللغة في حد ذاتي أو لا تهتم باللغة تكون في اللغة فقط وإنما تهتم بكل ما ويشتغل باللغة يعني جميع المعارف سواء الرياضيات والفيزيك أو العلوم الإنسانية كلها مرحبة في قرية اللغات كل ما هو يشتغل باللغة فهو مرحبه في قرية اللغات وذلك عليش أحنا في قرية اللغة وكانت تحت عنوان الذكاء الإصطناعي هي ليست ندوة هي دورة تكوينية خاصة بالأساتذة الجامعين الراجعين بالنظر لجامعة المونستير حول موضوع الذكاء الإصطناعي وتطبيقاته في التعليم العالي يعني هذا الذي ملأ الدنيا وشغل الناس الذكاء الإصطناعي ومشكورة جامعة المونستير متمثلة في رئاسة الجامعة الأستاذ الهادب الحاس صالح وأيضا اللجنة البيداغوجية التي ترأسها السيد كمال شرادة وأيضا مشروع باكو فيد الذي تبنى هذه الدورة وتكفل بمصاريفها ممتاز بستكون موجودة وتقدم هي أيضا خدمات من نوع خاص طبعا وكانت جامعة المونستير سباقة في تكوين أساذتها في هذا الموضوع وفي هذا المجال الهامي يا سيدي الحقيقة على قد ما نحكيه على القرية وشوية كان لي سعادة خاصة ونقدم في القرية خاصة لأني أنا وحدة من الناس ما كنتش نعرف بها دونك اليوم كنت قولي عندها تقريبا ستة شهر فعليا يعني خدمة يحق لبعض الناس أنه ما يعرفوا هيش في الأثنين يخدموا أكثر على الكوم سيسامي كما حكينا في الأوف على جانب الاتصالي ونعرف أكثر لأنه قرية جديرة بالانتباه وجديرة أنه تحظى بالأشعاع الليزم حتى نختم وين موجودة كان عنا طرق للتواصل بالقرية سيسامي قرية اللغات موجودة في المركب الجامعي بالرجيش المهدية يعني في موقع متميز جدا على شاطئ البحر يعني مطلة مباشرة على البحر يعني كما ربما شفتوا في الصور في مكان متميز نجموا تتواصلوا أستاذ المشاهدين أو يتواصلوا معنا على الصفحة الرسمية لقرية الرغط على فيسبوك أو على الموقع الرسمي للقرية أو من خلال أرقام الهواتف شكرا لك سيسامي نورتنا بالحضور كنت سعيدة بحضورك معنا نفرح برشا وقت لي ديما نتسأل ويني هاي كل الدولة ويني الدولة في موضوع ما يا سيدي هاهو اللغات اليوم نجموا نتعلموهم ويكون القاترة أو الحلقة الرابطة هي قرية اللغات بالمهدية شكرا سيسامي نورتنا بالحضور مواصلين شوية أنغام بعدها نستقبل مباشرة رانيا بالي نحكيه على البحر الصوتية بعد شوية سباح الفل ولياسمين سباح النغمة المزينة على القناة الوطنية الأولى فيها البرنامج الصباحي يوميا مع الاختيارات إن شاء الله تنال أعجبكم وارثاكم نحكيه صحة نحكيه صحة جسدي نقوله رانيا سباح الفل سباح الفل ولياسمين عايشك عايشكين قولي رانيا اليوم نحكيه على البحر الصوتي كيفش نجمو ساعة نصنفوها من الأمراض الجسدية نقوله نجمو نقوله اللي هي فما اللي هما أسباب تسبب في اضطرابات صوتية وفما الأسباب يعني من البحر اللي هي نتجة على أمراض عصبية به برشة هنا تمييز مهم برشة خلينا نزيد ونعرفوا باقي في البحر يعني البحر شنية بالضبط يعني نولدو بيها هل هي البحر اللي نحكيه عليها كيف يضربنا لهوي يضرب معناها ناخدهوي على القرجوم ناخدهوي على قرجمنا شنو بالضبط البحر اللي نحكيه عليها اليوم معك انت بحنا اليوم بحك نحكيه ما الضحر اللي الناس تطول بعد 8 يما دقا يعني بحكيه اليوم عالبحر المزمنة باش نحكيه عالبحر وقت يعني أحنا خاطر تحينا باشا خاطر عانا بوست يعني تعدنا ببرانشيت وإلا خاطر باركزنبل فم حاسيسي معينة وإلا حاجة لأحنا بحكيه على البحر مزمنة وقتش نقوله بحة مزمنة إذا كان السيجي الباسيون تواصلت معها البحة أكثر من ثمانية يام وماكسيموم يعني نقوله 15 يوم وبيقي عنده البحة نحكيه على بحة يرافقها ألام وألا لا بي وقتش نحكيه على بحة يرافقها ألام على مستوى الحنجرة إلا إذا كانت أسباب عضوية إيناس يعني اللي هو فما التهاب على مستوى يعني الحنجرة على مستوى الأحبال الصوتية خاصة نعرفوا إلي يعني الحنجرة تتكون من أحبال الصوتية فما يعني جينب الأيسر والأيمن اللي هما يلتسقوا يعملوا يعني ميكانيزم بشي يعطينا فينا المو يعني الصوت دون كون الخلل وإلا نقوله يعني الاثطراب بالأساس يكون في الحنجرة وإلا يكون يعني في الأحبال الصوتية هذا إذا حبال الصوتية سمحني على العربية يعني دونك وقتاش نحكيه على الأهدايا الأسباب المزمنة وقتاش نحكيه على أحنا يعني اذتراب على مستوى الحبال الصوتية وقت مثلا يبدأ إيناس فما باسيون عنده يعني معتو وقالا كما قلنا قبيلة حساسية يعني وتمشي على روحها لكن اليوم احنا بالأساس بيش نحكيه على البحة الصوتية المزمنة هي مزمنة ولكن نجمو نحكيه عليها في عمر صغير يعني نجمو نحكيه عليها في صفوف الأطفال صغار ساعات نلقاه رذية وصغيرون وعندوها البحة الصوتية حتى كي يبكي معناها نحسوها نسموها نميزو صوتو ما هوش عادي دونك نجمو نحكيه عليها في عمر صغير كما نجمو نحكيه علي البحة في العمر الصغير كما نجمو نحكيه عليها جدولت بانشور إيناس انفيت من شنوها هي جي البحة الصوتية المزمنة فخصاج يعني يتقوى العبد على الحبال الصوتية والأحبال الصوتية متاعو حبال الصوتية حبال الصوتية ولا متاعو دونك يسيجل هنا كما نجمو نقوله إيناس يتجرحو وإلا يسببوا في كما نجمو نقوله إحنا على شكل يعني حبيبات صغيرة اللي نسميهم إحنا نودول وإلا ديبوليوب اللي ما يخليوش على مستوى بيانسور لاترال وإلا البيلاترال على مستوى جينب واحد وإلا على مستوى يعني الأيمن والأيسر من الكورت فوكال دونك نجمو نقوله إلي هما يتجرحو يتمسو شوي دونك voilà هذك اللي عملنا موديفكاشن لكن أنت وصفتها قلت مزمنا رانيا يعني ما هيش حالة عابرة بمعنى مش صغير بكي ولا ساح برشا هو يبكي نصيف ساعة هو يبكي تجرحو حتى غريجمو فبح صوته مش هذا اللي نحكيه عليه لا لا مش هذا اللي نحكيه عليه احنا نحكيه على موشة تجرح غريجمو نحكيه على ضرر يتسبب في الكورت فوكال معنات اللي مينو إلا اللي سار وذي بتطبيع أمثلة رانيا لهنا حتى نفهم أكثر مثلا نعطيك واحد وانسي كامل لنا البقي مثلا اللي يعملوا في بغو اللي بمقتضى عملية نعرفوا يدخلوا لهم أجهزة يعني من الفم إلى المسلك هذيك الكلو متاع الحنجرة ونحسوا أنه بعد العملية فما هالبحة الصوتية هذي هذا مثال مثلا بسبب الشيريروجي معناتها على نفو الحنجرة كالكسوة معناتها نجمو بشعبادي عملية على الترويد مثلا لغة متاع دي لشيريرجي ينجم يتمس كوتي من الكورت فوكال دونك هذوكم الناس يسببوا في بحة مزمنة أبار اللي حكيناه معناتها أحنا السيح وإلا أنه نعرف زيدا برش ديميتي مثلا كيف المعلمين وإلا المناشتين وإلا الشانتور زيدا نعرفوا اللي يستعملوا أسوات متاحهم فما فرصاج يعني فما قوة على الكورت فوكال دونك إذي كزيدا خوفنا انتي هكا زيدا معنيين حتى المقدمين برامج مقدمين برامج مقدمين برامج في التلفزة أبريك شميك نحكيو عالي غاديو صوتو خاطر في التلفزة نعرفوا اللي المناشتين عامل شوي عالميميك وعالتوسكي يجيستيال مي في الغاديو تلقى يتقوى انكانسيامو خاطر يبين كنو الصوت بون هذي قبل تواقير زمون حتى على راديو بديو فيما الفيديو ومعنته التلفزي وكل شيء دونك نلاحظوا اللي مش كيف مقبلة تحسروحك انتي بيش تواصل لانفورماشيون متاك جس بالصوت متاك دونك انكانسيامو انتي بيش تتقوى على الكورت فوكال بيش نعملو تنجيزة للكبار أنا اللي لاحظتوا مثلا اللي منعرش كانت تجوز الملاحظة معناها في المطلق انه الكبار الموسنيين صيفة خاصة نحسوا انه عندهم مشكل في علاقة بالبحث الصوتي عليش شارن؟ نجمو قولو زيدة اللي بالنسبة للكبار احد الاسباب اللي هما الناس تنشنوا جهة العضلية على مستوى الرقبة نعرفوا احنا كيصير برشا ضغط على الرقبة متاعنا دونك الميشكل هذوكم اللي هما محتشين باللغانكس بالحنجرة يأثروا بطريقة مباشرة على الكورت فوكال يعني على الجهة اليمين وإلا على الجهة اللي سار هو شو يصير بالضبط؟ يصير شلل في أحد الطرفين وإلا في الطرفين الزوءس كان على مستوى جهة واحدة يعني كورت فوكال بختي مثلا اللي سار اللي هنا نحكيه على ديسفوني على بحة صوتية كما النجمو نحكيه إذا كان بالأتغال نحكيه على أفوني أفوني إنس اللي هي فقدين يعني تيم للصوت وبينسور معناتها تكون حتى تكون حتى ديسفون أصعب شوية من إنك جوز تقف في بحة لا فما ديباسيون يتعديوا إنهم يكونوا يتعديوا إلي مرحلة الأفوني إلي هي فقدين تيم للصوت كيف كيف لنودول إلي حكينا عليهم بكري هما على شكل نقولوا أحنا ثلال على شكل ثلال في الكورت فوكال معناتها ينتج عليهم اللي هو الاستعمال المجهد للصوت نجمو يتعديوا بمئة سن معناتها شيرجي أو أغير وقت اللي العملية كيف أحنا نحيه واللي نودول إلي ذوكم بينصورهم بعد ذي ده بشوقات فما البحة ذيك وطريقة العلاج المتاحة لازم يجعل أخطفون يستمتاعوا بشن كاميريودكاشن طيب هذيك عليش احنا نقولوا لقدر الله تحسبا من إنو العوارث هذي تضاعف من مضاعفات يزمنا ننتبهو ننتبهو يعني شنو الويقاية هالساعة مومة تكون نتحدث عن ويقاية بشن نجم نتحسبا بش ما تسير ليش هالتعاكرات هذي بش ما نواليش عندي هالباحة صوتية بطريقة موزمنة شنو يا زمي نخو حذري من شنو مثلا؟ بيانسور لازم الباسيون اي بيانسور اي واحد فينا يتبع ايجيان دفي اللي هو معاته فونولوجيك صوتي يكون مثلا ما نستعملش من سيحش طودانكو ما نستعملش اللي نعرفو احنا ستخيس والانكسيتي زادت سيهم برشا في الشلل هذية وفي الباحة الصوتية لازم الويحد زادا يوشرو برشا ماي وكي ما قلنا ما لازم نيش نسكتو عليها اذا خاطر فان ما برشا عبيد يقولك انا قعدت بريود و انا فياق بروحي اللي عندي الباحة الصوتية اما ماشي في بيلي يعني بريود بشتتعد على روحي وهو تلقاه ينجم يكون عنده شلل في احد معنات في اللين دي كوتين اللي حكينا عليه ويكون اي ناس بريود طويلة قاعد يعمل على جهة واحدة اللي فما الجهة المقابلة اللي هي قاعدة في حالة يعني يقولوا احنا خمول في حالة باراليزي يعني طيب من بعض من بين الملاحظات العلاقة الاكتئاب والضغط النفسي ايرانيا بالهل فما علاقة مثبتة علمية صحيحة بين الضغط النفسي بين الاكتئاب وبين البحل الصوتية باراليزي كنت نرجو احنا فيما برشا مثلا حالات تتعرض للضغط لضغط النفسي مثلا وإلا قلوا احنا جيتو السيدياتيون هكي يمتغش تودان كو جيبش يتكلم ما تكلمش اذي حالات نسمعوا بيها برشا وإلا يقول لك واحد باراليزي بالأجزام بلا قد متغشش حقا مصباح ملقش صوتو وإلا فمشكون ما تتعارك مع شكون وإلا صاحب اللقوي كيف كيف تدنكو قعد يعني صدمات النفسية نفقده ساعة الصوت إكيد حتى الحالة النفسية عندهم باش دخل في الدسفوني في البحر الصوتية المزمنة لنحاول نحاوصل الأسباب التي تتعدد نجم نقوله أعضوية نجم نقوله نفسية ونجم نقوله بالأساس اللي هي سوء استعمال الصوت متاعنا يعني من البداية ممتاز وحتى نختم أنها مزمنة هل من علاج يعني تتعالج أعطينا هنا اللي همنا هو الحلو أول حاجة كما قلنا احنا لازم الباسيون يعمل نزوفي بروسكوبي لازم نعمل وطلع بالمنظار نشوفه شنية يعني الاثتراب على جهتين الزوز على جهة واحدة كما قلنا اسكو جستفما نقوله احنا بتي هكا بلسوق على مستوى الحنجرة وإلا الزوز فما شلل وإلا فما اللي نوديول اللي قلنا عليهم وبعض الناس حسب كل الحالة بيانسور فما بروتوكول بروتوكول علاجي اللي هو يتمثل في دي سيونس يعني أغتفونيك لتقويم الصوت اللي هو فيه نخدمه باشا السوفل الصوت متاعنا نخدمه التنفس لازم نسير معناتها رسپيراشون ريجوليير لازم عادة يكون عنده اضطراب في النفس وبيانسور ريلاكساشون دونك توتن معناتها بروتوكول اللي هو لازم يلتزم بيه الباسيون وبعد كل فترة لازم نعمل نشوف معناتها نعمل الكشف بالمنظر اللي هو بشي ورينه معناتها شنية إذا الباسيون تقدم وإلا إذا ما فماش يعني تحسن وقت فم المتسان اللي هو يعمل شيريورجي وبعد يرجع الباسيون يكمل السيونس متاعه ممتز ملحظة أخيرة في شكل سؤال لالونجين غيبيتي الكثرة أنه ناخذ برد وإحنا في موجة برد الحقيقة برشا يخذ هو على جراجمهم ينجم يكون من الأسباب زيدا لأنه في هذا نجم ونحتاطه زيدا نردوا بيلنا أكثر فأكثر بيانشور هذا من الأسباب اللي تكرتنا هم اللي سوء استعمال معناتها للمعناتها ما فمش بقاية أول حاجة الحنجلة أي حاجة فيها كالكسواء يعني أوتيت أو إلا أنجين أربتيشيون بيانشور بيش يضرون للكورة فوكال إمتعنا دونك ماذا بينا أنجين وإلا أنجين برانشيت ما يقولش الباسيون يقعد بريود مثلا شهر وشهرين وهو يكح دونك أعرف روحك أنت فاكرة بتاع الكحة هذي كارا وفما للكورة فوكال قاعدين مثلا يقوموا بوظيفة عكسية ميش صوتية وقاعدين يضروا ممتعن ممتز نشكرك بيش رانيا دونك نطرح المواضيع باش أنتم تخذوا تردوا بيكم وتخذوا النصيحة وتخذوا خاصة أهم الحاجات اللي تنجموا تلتزموا بهم من باب الوقاية شكرا لك رانيا لأوضنا بالحضور شكرا نزيدنا على تأمين الفقرارية كل ثلاثة موصلين ولكن المرادية ضيفتنا عبر الهاتف معانا مباشرة من بيروت لبنان سعيدة بشيكونوا معانا سي فضل الكثير أستاذ جامعي ومحالة للسياسي صباح النور أستاذ صباح النور صباح الورد واليكمين لكم ولكل العاملين في القناة الوطنية المحبوبة على قلبنا مثل ما يقولون شكرا جزيلا لك أستاذ شكرا أحنا الأسعد أحنا الأسعد أنك تكونوا معانا على الطرف الثاني من الخط الهاتفي أستاذ اليوم يعني كل الحديث وقلوبنا خواترنا مع أهلنا في غزة وما يحصل على الأراضي المحتلة بودنا قراءتكم للخاصة لـ 48 ساعة الأخيرة لآخر الأخبار التي تأتينا من فلسطين نحن الآن دخلنا في الشهر الرابع أو أشرفنا على نهاية الشهر الرابع للحرب على غزة وبهذه المدة طويلة لم يصل الكيان الصهيوني إلى الآن إلى تحقيق أحداثه وهو استقصال حماس والمقاومة وارجاع الأخرى أو ما يسمى ارجاع المستوطنين الذين هم في يد المقاومة لم يصل للصاين إلى هذا الهدف منذ أربعة شهر وهذه الحرب المتوالية على غزة لكنهم استطاعوا أن يقوموا بعمل تدميري كامل الآن وصل التدمير إلى رفح ورفح بمعنى الحدود المصرية يعني رفح هي مدينة سلسطينية مصرية أيضا هناك رفح المصرية ورفح الفلسطينية إذن الحرب الآن تستمر بشكل تدميري كامل سواء في غزة شمالا أو في الآن وصلت إلى خانيونس وإلى رفح المسألة عند الصهينة هو كما قلت سابقا أن المشروع الذي يخطط له الصهينة هو تدمير أو إبادة الشعب الفلسطيني في غزة وإفرار غزة من أهلها عن بكرة أبيهم هذا هو الهدف غير الذي أعلن عنه ولكن هو الهدف الرئيسي هو إفرار غزة من سكانها ودليل على ذلك ما قاله وزير الحرب ما قاله وزير للبيئة ما قاله وزراء في الكيانة الصهيوني من أنهم يريدون إبادة هذا الشعب حتى باستعمال النووي ومن هذا المنطلق هما ليس المشكلة فيه مشكلة أنه يقومون حماس أو يقومون المشكلة فيه إبادة الشعب الفلسطيني وأخذ أرضه وسل وتكميل المشروع الصهيوني الكامل للسيطرة على فلسطين بالكامل طيب برأيكم قراءة للـ 48 ساعة مجددا الأخيرة وخاصة في علاقة بما يسمى بصفقة جديدة في ملف الأسرة أفق المفاوضات وأي في أي اتجاه برأيكم ستسير المفاوضات في علاقة بالأسرة لأن ورقة الضغط مهمة الحقيقة المفاوضات والشروط الإسرائيلية كما الشروط السهيونية كما أعلنت أنه إخراج قادة حماس من غزة الوقف الحرب لمدة شهرين التفاوض على وضع معين لمن يستلم غزة في منظمة تحريل الفلسطينية هذه الشروط التي وضعها الكيام السهيوني لن تقبلها المقاومة نظرا لاعتبارات كثيرة اليوم مثلا اليوم هناك أربعين بين قرابة ستين ضابط بين جريح وقتيل ما أولنا عنهم أنه ثلاثين ضابط قتلوا هذه حصيلة حصيلة تقيلة جدا جدا اليوم الآن للشهر الرابع الكيام السهيوني يتكبد نتائج حسائر كبيرة في الميدان طيب في حالة عدم قبول حماس بالصفقة أستاذ فاضل برأيكم إلى في أي اتجاه ستسير الحرب وهل سيكون هناك أشكال أخرى للتفاوض للتفاوض الحرب الآن هي مستمرة لأن الحرب في يد الأمريكان وبيزن قال نحن لا نعطي الفرصة أو لا نقف الحرب حتى لا نعطي الفرصة لحماس كي تنتصر أو حتى كي تحمل لواء النصر فالأمريكان هم متواطئون تواطئا مباشرا مع الكيام السهيوني والحرب أيضا مؤشر الاستمرار لأنه إذا استمرت نتنياهو سيسقط مباشرة سيدخل إلى المحاكمة مباشرة وربما يدخل للسجن فهو الحرب بمثابة المخرج لهو بمثابة الملاذ الذي يؤجل فيه محاكمته وبالتالي الآن الحرب ستستمر لي يمكن أيام أخرى وينكن لشعر أو أقل من شعر يعني تقريبا حسب التقديرات للأسف في الوقت اللي كلنا عيوننا إلى فلسطين وكلنا أمل وأن الحرب هذه توضع لها نقطة نهاية ماذا عن آخر التطورات بجنوب لبنان أستاذ فاضل لا 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 في لبنان يعني قبل كل شيء أن الحرب تزداد وطيرة في لبنان يعني ترتفع وطيراتها الأسلحة التي تستخدم الآن هي أيضا تزداد تنوعا يعني للبارح جوريسالين يرصدون ما تحصل عليه حزب الله والمقاومة من صواريخ أرض جو القصيرة المدى التي يتراوح مدى الاشتباق لها بين 2 إلى 9 كيلو متر وارتفاع وارتفاعها 25 إلى 5 3 متر ثم ترصد أيضا النظام الدفاع الجوي من طراز SI 17 17 وهي صواريخ أيضا أرض جو متوسط المدى يعني هذه ثم النظام الدفاع الروسي طبعا هذه كل أسلحة روسية SI 22 يعني SI 22 هذه المعطيات التي يقدمها الصهاينة تدل على أن الوتيرة التصعيد في لبنان هي قابلة للتوتير أكثر وقابلة للتوسع أكثر البارحة يعني كان وهذهك عليش أستير لو تسمح ولو تتفضل بيودنا نعرف الأوضاع كيف ستكون في غضون الأيام القليلة القادمة في الشرق الأوسط بشكل عام يعني إذا نظرنا إلى تصريحات الجنس وتصريحات الصعاينة خاصة المتشددين منهم أنهم يريدون أيضا عندما تنتهي الحرب من غزة يريدون الانتقال إلى لبنان وفي منهم من يحرض على الانتقال إلى لبنان لإجلاء حزب الله إلى حدود ما قبل العاصي أو بعد العاصي بـ 27 كيلومتر إلى غير ذلك أي إجلاءه عن المناطق الحدودية بين فلسطين ولبنان النواية النواية المبيتة صارت معلنة وأهداف الكيان الصهيوني باتت واضحة جلية أستاذ فاضل برأيكم كيف السبيل اليوم حتى يكون فما قوة ضغط في الاتجاه المعاكس قوة مقاومة حقيقية لا تخوذها حماس فقط وإنما أطراف عدة برأيكم كيف الحل في يدي من اليوم حقيقة نحن الآن عندنا ثلاثة أمور الأمور الأولى هي الأمور الميدانية ويكفي حماس أنها صمدت لهذا هذا هذا الوضع الأسطوري الصمود الأسطوري يكفي المقاومة في فلسطين أنها صمدت يكفي المقاومة في اليمن أيضا أنها قامت بفعل جبار لم تقم به الدول الكبرى كمصر وسعودية ودول التي تمتلك أسلحة نوعية لم تقم ولم حتى حتى الموقف السياسي لم يرتقي لأنه ينادي بوقف الحرب ولم يصل الموقف السياسي إلى إبران صورته حتى حتى كما فعلت جنوب أفريقيا يعني نحن الآن في ضعف وهوان وإشكالية كبرى في الأنظمة العربية حقيقة نرجع إلى ما حذرتك تفضلتي به يعني نحن الآن ما هي الأطور التي تلزم الكيان الصهيوني وتلزم الأمريكان بوقف الحرب بوقف العدوان هو أول شيء الرأي العام الأوروبي يعني نحن يجب أن نستثمر في جالياتنا في أوروبا جالياتنا في أوروبا والمصري في أوروبا الآن يغيرون ويعملون عمل ضغط بشكل كبير جدا جدا على اللوبي الصهيوني في أمريكا وعلى السياسة الأمريكية لأن السياسة الأمريكية هي التي حقيقة تقف متراسا في ضرب المقام وتقف متراسا حتى يتحرك الرأي العام عذرا على المقاطعة عذرا على المقاطعة أستاذ فاضل ولكن حتى يتحرك الرأي العام مهم جدا حرب الصورة حرب الصورة التي تخوذها وتقودها اليوم الأنترنت والأنترنت مقطوعة عن أهلنا في غزة منذ أيام ما رأيكم هذه قطع الأنترنت هو جزء من الحرب التي تقوم بها يقوم بهذه كيانا الصهيوني على شعب غزة يعني يريد أن حتى تطفئ هذه الحقائق الآن في خسائر كما قلت لك اليوم 30 جندي تشاهدون القنوات 30 جندي صهيوني قتلوا في كراء النصبق المقاومة وفي شمال غزة أيضا هناك قتل ثم أيضا نقطة أخرى المهمة أنه في شمال غزة ما زالت الصواريخ تطرق على الكيانا الصهيوني يعني وهذا دليل آخر أو دليل قاطع على فشل الكيانا الصهيوني في لجم المقاومة وفي تحقيق الأداب التي قال علىها ولكنه أنا أقول أنه هو يريد إبادة الشعب ويريد أن يمحو هذا يمحو غزة كلها ويمحو الفلسطينيين لأن المشروع التدميري المشروع الاستعمالي المشروع التدميري كاملا هو قابل هو ميكد في الرؤية أو الأفكار الإديولوجية للصعاين في حد ذاتهم وبمساعدة الأمريكان وهذا شكرا جزيلا شكرا جزيلا على كل ما تفضلتم بذكرى حابنا نخذ معاك قراءة خاصة لما يحدث على الأراضي المحتلة وآخر المستجدات وأيضا نستبقى شوية في قراءة للأيام القليلة القادمة لن تمحى فلسطين من الخارطة ولن يهجر أهل فلسطين مرة أخرى كل الدعم للقضية الفلسطينية هذا مرسل خليفة منتصب القامة ورجعين نرجع للمباشر وبعد قليل بشيكون في ضيفتي ممثل ومخرج مسرحي سعيدة بحضور بناتنا في مبنى التلفزة الوطنية في برنامج أصفاح الفل والياسمين قبل من اكتشفوه خلينا ناخذوا في المباشر عبر تقنية الستريمينج حنان الجاسمي معنا مباشرة في الندوة السنوية للمعهد العربي لحقوق الإنسان حنان صباح النور صباح الخير جانباً 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 وستختتم اليوم 23 جانباً 2023 هي بالتعاون مع وزارة التربية وأيضاً مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مكتب تونس وكانت بإشراف وافتتاح وزير التربية يوم أمس عديد الورشيط هنا على امتداد يومين وأيضاً هذه الندوة بتبع استكمال للندوات السابقة وأيضاً سيتم فيها العقد الجديد حول مستقبل التربية مع رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان السيد عبد الباصد بن حسن نقوله أهلاً وسهلاً ومرحب بك إلاجيني بهذا الصباح صباح الخير سي عبد الباصد سي عبد الباصد ناخذوا فكرة على هذه الندوة التي تعودتوا إنكم تقوموا بها سنوياً هي ندوة تدرس كل قضايا التعليم سواء الإشكاليات ونعرف أن منظومة التعليم في تونس ما نتعيش على وقع إشكاليات عديدة وأزمات تعيش على وقع إشكاليات ومشاكل عديدة وأزمات ولكن في نفس الوقت هناك تطلع من مختلف الفئات الاجتماعية من مختلف الأطراف تطلع إلى إصلاح هذه المنظومة والرقي بالتعليم لأنه التعليم هو في نهاية الأمر هو مدخل لتنمية المجتمع وكذلك في انتظار عودة للصورة والصوت لحنان الجاسمي إذا كان نرجع الحنان إذا كان رجعت للصورة في الأثناء نستقبل ضيفنا بحذية بكل سعادة الحقيقة وفخر لأنه واحد من الوجوه اللي عرفناها واللي بنات مجد الدراما التونسية خاصة نحكيه على الريبرتوار اللي عنا في التلفزة الوطنية سي فاتح لها كيري سلعة كيري سباح الفل والياسمين مرحبا بيك بينتنا مرحبا مرحبا سباح الخير شكرا على الاستلافة أنا نشكرك على تلبية الدعوة لأنه من رموز الشخصيات والممثلين اللي نلقوهم في الأكبر الأعمال الدرامية اللي لقات استحسان سفتها رضاية لوالدين ناخذ بسه أمد لخطاب على الباب وغيره من الأعمال اللي تحفظ يظل الخصوصية متاعي هي المراوحة وما بين الممثل الجامعي من الصربان ومن أعظم المكاتب والمعاهد المختصة في المسرح سنوات ثمانين ثم الميداني من الورقة البيذة ومتاهة الفراغ ومن الركح والأعرك والدم اللي يسيل عن الركح نلقيت خصوصية متاعي ما بين الكلمة والفعل والتفكير وإثمار الفكر والمعرفة النظرية الأساسية والعملية الركحية واللي نقدمك أيضا نقول أنك غير نمث بمعنى وأنه اليوم مكش في نلقوش قالب جاهز كمال لو أنك تقدم المسرح بطريقتك أنت بنظرتك أنت كسر النماطية والبحث على أفق أرحب هذي في المتأمل في المتأمل في الأعمال متاعك يبدو لي الي يوم تفطنت أو المدة لسنوات نهاية الألفين تفطنت الي وتصلحت مع خصوصيتي وتفطنت الي أنا منحبش نعمل المسرح تفطنت الي أنا نحب نعمل مسرح خاص بي أنا يعبر على ذاتي على خصوصيتي على تاريخي على تركيبتي الجينية على قناعاتي الروحانية على علاقتي بالعلم كيف نحول العلم إلى سحر دونك من الهامش والسحر يشد الجمهور سيفاتحي نعم والسحر يشد الجمهور يعني هنا في علاقة أيضا بيشد الجمهور طرق استحديث طرق أخرى غير نمطية قلت باش نشد الجمهور ويبدو لي أنك نجحت في هذية بعدة خلطات وبغض ترفع للنجاح أو الفشل أنا في السعادة أو في الحب في علاقتي بالفن وبالخلق لأنه هذيك المحور متع اهتماماتي هو الخلق تتفطن للي الهامش ينجم يخرج الناس من اهتمامهم بالمركز يهزهم الاهتمام متع أحداث أو ذوات هامشية تصبح مركزية وتأثر هو المعروف المعادلة معروفة في الفن من المواطن الموجود إلى المواطن المنشود نقعد ديمة في الطموح هذيك لن نرضى إلا أنه أيضا لن نخضع ولن نركع لقوى قاهرة واحنا خاصة نتوى في المسرحية مقاطع مثلا الاخرى اللي نختم بها ما تعلمت الكل وما علمت في المعهد العالي لفن المسرحي وبش نبدأ في ثنية أخرى طوى ومرحلة أخرى في حياتي نتفضل علش عملناها مسرحية مقاطع في المسارح وفي المنازل لأنه انتبهت شخصيا من زاوية نظر خاصة كونه هالحروبات اللي نعيش فيها وخاصة الحرب الأخيرة اللي قاعدين نعيشوها في غزة مذبوحة ولكنها صامدة ويوم الأعجاز يوم سبعة أكتابر وهس هاينا اللي كيمة القوى الغربية لكل عندهم حب التملك بالآخر وحب التملك بحسيس وأفكار وكيفاش يعيش واللي نعيشوه زاد في تونس نسبيا في ظروفنا اليومية الحياتية المواد الأساسية وغيره نتفطن اللي الحب ما عايش موجود دونك هذا كسبب الأسباب هو غياب الحب ما عايش نعرف ما عايش نعرفه ما عايش نحبه دونك خدمنا مسرحية قمقاتع بالرجوع وبالاستئناس بالكتاب متاع فلاتون المأدوبة اللي المحور متاعه والحب والجمال والجمال معرفة وأنت أدرى بالجمال يخليك سيفتحي الحقيقة الحديثة معك ذو شجون هني رجعتلك بش تحكيلي خاصة عودة بالذاكرة في لاشباك لأنجح الأعمال وخاصة دي مع ليش يلوموك سيفتحي يقولونك الأعمال الثانوية لماذا لنرى فتحي العكيري في دور بطولة ويلي طليق بك البطولة رجعتلك بش نسمع إيجابتك خلينا نرجع الحنان يبدو جاهزة تنعطي المطاية تفاضل حنان حنان عندك الكلمة عندك الخط حنان طيب سيفتحي قلنا اليوم نحفظو لك برشا أدوار في البال في الذاكرة عديد الأدوار ولكن أدوار ثانوية ما تعكسش حجم الثراء الرجل معرفته الباكراوند اللي عندك الشهائد اللي عندك ما خطوا من تجارب حياتية آخرها صفح مثلا صفح نابل وغيرها من الأعمال في الذاكرة عليش ما نراوكش في دور بطولة البطل التراجيدي في التراجيدي الإغريقية يعرف أنه يوجد هو من يوجد أين لا يجب أن يكون هي أصل التراجيدي نوع الثقافة ونوع الفنون اللي قاعدين ننجو فيها نسبة ما قليل منها يتمكن مني ويغريني ويشدني وننجذب لي إذن ساعة ساعة لأني ممثل يجبني ساعة ساعة نمثل باش نذكر روحي ونذكر ناس زادة بنوعية من التمثيل ونوعية من الجسد الممثل ما يغريك الصفات حي اليوم أنه يكون اسمك تيد دوليست معنى تيد دافيش يغريك أو لا يغريك يعني يعني غرور الممثل اللي فيه كذلك اللي يغريني أكثر كونه على الركح أساسا هو فضاء الحياة ركح المسرح يعني ركح المسرحي هو أساسا للفضاء اللي نحيا فيه ثم في الكتابات المتاعي معنى الكتاب الأول الممثل الانتحاري والمسرح المستحيل اللي خذيني عشرين سنة من حياتي أربعة مرات المدة الزمنية متاع الدكتوراه بتاعي في السورفون اللي دابت خمسة سنين ثم الكتاب هذا طول اللي قاعد ننزل فيه على بيداغوجيا الخلق كيف نخلقه من الممثل المؤدي للممثل المؤلف للممثل الباحث كيف أخلقه ممثلا خالقا فيه طرفة جديدة نوع جديد من المسرح نوع تمثيل مسرحي آخر ما حدش يرضيني وكأنه أصبح الفن الذي نعيش به فنا نعمل فيه كيفما المناسبات التي تتعاود كل عام تقليد هذا الجامع اللي فيك يتحدث سيفاتحي اليوم هذا الباحث اللي فيك الجامعي يعني هذه رؤية فنية مغايرة بعد السنون اللي تعديت بها والخبرة يعني كأنه جمع وزبدة كل هذه في مشروع سأشرع شرعت في هذا منذ شهرين تقريبا وإلى حدود يوم 27 مارس اليوم العالمي للمسرح نسبة ما من الجمهور المختار سأختاره يجي يحضر في العرض البياني اللي باش نقوم به اللي اسمه كواس أي الفوضى العارمة متع المؤسسات متع الأحاسيس متع الاقتصاد متع العسكر متع العيلات متع القيم متاعنا في حرب سأوجد من هذه الحرب الحقيقية حرب الجمال وحرب اللغة الاستيتيك الجمالية اللي باش نعتمدها هي تكون في حرب وهي تكون محور الخلق وقدش مهم سيفاتحي اليوم أنه بالفن نقاوم وبالفن نصمد نصمد وبالفن نحكيه على أمهات القضايا العربية بما فيها قضيتنا في فلسطين الفن يبدو لي الأساس المؤسس متع الفن هو الإيمان أن الحب يولد الحياة السعيدة الحياة الذكية العرفانية والفن والحب لأنه الممثل الإنسان يحب يعشق الحب أحب الحب والحب يحبني فتحت له ذراعية فاحتظنني يبدو لي دين الرومي يبدو لي أو محيدين بن عربي الحب والفن يوهب الحياة عمره ما ينجم يوهب الموت سحيح من أسمى القيم خلينا نقول نختم معاك بجديدك سيفاتحي على مستوى التلفز خلينا لأنه طوا بدنا نعرفوا أنه بعض الأعمال انطلقت كان مش أغلبها وأكثرها في مجملها بدأوا تصوير الشهر رمضان المعظم مش كون حاضر موجود عندي حاجتي جابتي جابتي باقتضاب مش بديبلوماسي باقتضاب أما بصراحة ما فماش حديث حديث ما هوش ديبلوماسي كل حديث فيه استراتيجيا فيه تختيت ما بعد الاستراتيجيا وين بشراوك في المباشر هوا بش نجاوبك بالملموس في التلفزة إلى الآن لم يقترح عليها ما تمتش الدعوة إلا أنه أنا بديت في العمل على شريط في دور ما تسميه أنت أو المعروف بدور البطولة في السينما بديت مع المخرج وأتحفظ على البوحي باسمه أو بعنوان الفيلم إلا أنه ممكن ويشرفني كون نقترح على التلفزة الوطنية مشروع متاع كليب مسرحي كليبات مسرحية في الحب والمقاومة أي تخيلي أنك تعوذي المغني أو المطرب بممثل يمثل ومع الممثل جوقا يعوذ الجوقا الذي يتبع المغني ثم مخيالات متاع ديكار ومتاع منتاج ومتاع تقنيات فنية اللي يقعد فيه جاهز على الورق العمل هدايا موجود وسأطلبه لماذا لم تتم تشقتراحه على التلفزة الوطنية نسألنا في المناسبة هذه مثلا مش نعرف به وسأطلب موعدا لو تفضلت مديرة التلفزة الرئيس المديرة العامة في الاستماع إلى هذا المخيال الفني وتعرف اللي عنا عامل الزمن سيفاتحي لا إذا كان حبو جهز الرمضة عندي 50 سنة في التلفزة والسينما والمسرح نعرف الضغوطات هذه والأجال وهو ممكن إن وجدت الإدارة الإرادة هو ممكن ممتاز إنتي في مؤسسة التلفزة الوطنية والنداء لسيدة الرئيسة المديرة العامة أكد لك لها في المشاهدة إن شاء الله تكون موجود بحضيها وتتنيقش في الموضوع هذي لأنه يهمنا برشا أنه رموز المسرح والدراما يكونوا حاضرين وخاصة كيبدأوا أصحاب مشاريع مهمة شكرا لك سيفارتنا وردنا بالحضور شكرا جزيلا نمشي للنغم مباشرة بعده ومشي يجي بحثينا خالد في أخبار الكان وأيضا ما ننسيوش بعد شوية عنا مداخلة عن طريق السريمينج مرة أخرى مع زميلي مراد مزيود مباشرة من كذلي ارجعنا في الجزء الأخير ما تنسيوش الموعد اليومي مع أخبار الكان بإمضاء خالد اليعقوبي بعد شوية في الأثناء هذا مراد مزيود زميلي مباشرة من كبلي صباح الفل والياسمين مراد صباح الخير إناس مرحبا أهلا وسهلا بكل متتابعي القناة الوطنية في حصة صباح كفل وياسمين نحن الآن موجودين في مدينة كبلي بالتحديد في منزل أحد المتفوقات متفوقات النجحات في مجال يعتبر مجال الصعيب شوية ومجال معنتها لكن لا يصعب على المرأة التونسية وخاصة آية زغدود آية زغدود هي من النجحات والمتقلقات في مجال الطيران مرحبا بك آية مبروك قبل كل شيء نجاحك في اختتام معناتها مرحلة الدراسة متاعك ووصولك بش تكون ساقة طائرة كنحكو شوية على آية زغدود من هي آية زغدود كيفاش كانت المسيرة متاحة وعطينا لمحة على مسيرتك الدراسية وتفوقك ونجاحك حتى وصول إلى هذا هذه المكان السلام عليكم اسمي آية زغدود أصيلة توليت كبلي قريت الابتدائي في مدرسة جنعورة كبلي ومن بعد الأساسي في لانيكس في كبلي زيدة ومن بعد جتنا الفرصة أني وخويا خرجنا في الثانوي قرينا البر قريت البر الثانوي وهزيت الباك بمتياز اشتستها وين البر وين قريت قريت في لندن في لندن وبعد اشتست الباك وتعديت طيران أعملت في الجامعة اير ترونسپورت بالترونسپورت مسيرتو كيفش كانت ما نحكو بلغة أخرى خطوة خطوة كيفش كان البناء هذا المسيرة بلغة أخرى بلغة أخرى بلغة أخرى بلغة أخرى بلغة أخرى ويكون نجح ويكون نجح مني صغيرة بديت معناتها نقرأ الحاجات اللي أني منيش معناتها نقص فيهم شوي نعمل لهم دروس خصوصية كنت متميزة في دراس كنت متميزة مليئني صغيرة مليئني في المدرسة كنت متميزة في معناتها في أعدائجي ديما من الأوائل حتى كقريت البرا كنت زادا من الأوائل الابتدائي والإعدادي كان في ولاية تقبلية تحية كبيرة لكل المدرسين والمربين اللي درست عندهم واتلتت عندهم آية وتحية كبيرة كذلك كل المربين في بلادنا اللي كونوا أجيال وكونوا كفاءات تونسية في عديد المجالات نواصلوا اي اختيارك المجال الطيران معناتها هل هو كيفاش معناتها كيفاش انت اخترت المجال هذا وبنيت عليها مستقبلك كان حلم طفولة وزادة معناش برشا دي بيلوت في سرتو في الجنوب على حسب علمي معناش برشا بيلوتات دونك حبيت هو أصلا مجال حتى على حتى في العالم الكل ما فمش برشا دي بيلوت بنات دونك حبيت نكون أني بيلوت يعطيك الصحة وتحية مرة أخرى ونواجه لك ألف تحية على هذه النجاح للباهر اللي حققت هي يعطيك الصحة شرف للمرأة التونسية اللي موجودة في كافة المجالات بصراحة المرأة التونسية اللي تساهم في بناء تونس الحديثة اللي يشوفوها في عديد المواقع من كبيلي أنت تكون معناتها ربما أول امرأة اللي تقود الطائرة من الجنوب التونسي وهذا مهم برشا أكيد باش تكون أنت بلغة أخرى قدوة أو مثال لعديد التلائم اللي قاعدين يقرؤ شنو تنجم تقول لهم آية توا اللي يحب يمشي في التوجه هذا أني نحب ساعا إن شاء الله يا ربي نكون شجعت حتى تلميذ ولا تلميذة اللي هما ينجموا يوصلوا للحلم متاحهم وينجموا يحقوا مهما تكون المساعب إن شاء الله مجال الطيران ما هو شو صعيب على المرأة فما يجي حاجة صعيبة على المرأة المرأة اللي تحب وين تحب توصل تنجم توصل تحط في مخ توصل معناتها أنت وصلت بلغة أخرى الحاجة هذه تحبها وتحديت ونجحت في التحدي الحمد اللي صحيح توقعي وين موجودة تواني نخدم في مصر في شركة مصرية الشركة أوروبية أمالباز امتح في مصر خلنحك شوية على الفترة اللي أنت تقري فيها في الطيران كيف كانت كيف ش تحدي حاجة تحدي وين مصر حاجة حاجة أعرفتهم حتى لم أكن أعرفتهم وقت الآن نقرأ حتى الحاجات قبل الطيران لم يكن لدي عائلة يجب يعطي تحدي وقت وقت الآن نقرأ نتعلم فيهم الحاجة العائلة سندتني كنت صغيرة أمي وبابا حتى كان حلم هم زاد يشجعوني في الحلم وخلوني نوصل بفضلهم يعطيهم صحة أكيد دور الولدين ودور الولي مهم برشا معنا مامة آية فتحية بالمبروك ما رح بديها ونهنوها بالمناسبة ذي وكذلك نهنو الوالد آية سيل مكة زغدود اللي موجود خارج أرض الوطن نتمنى راه ويتفرج فينا ويشوف الحصة ويتابع في بنته وأكيد كل الولي يفتخر بالنجاحة تمتع أبناء ونشو لدور الولدين مرحبا بيك الساعة فتحية مبروك وتهينينا مرة أخرى الآية يعطيها الصحة وأكيد دور الولدين مهم شكرا يبارك فيك عيشك مرحبا بيكم في قبل شرفتونا كيفش كانت الإحاطة بآية كيفش معنتها آية حبيتوها تشوفوها في المجالة شنو قدمتولها كيفش كانت المتابعة كيفش كانت الإحاطة آية من اللي هي آية من اللي هي صغيرة كانت من الممتازين تقرأ مقلقتنيش متعبتنيش عمري ما قلت الآية نوضي عندك إتيت عمري ما شوفت لون بلوادو تامتاحها بقول صراحة من اللي هي صغيرة في الروضة ما شاء الله على ممتازة تحب توصل فرضا نفسها في العائلة في الدار وعلى فكرة عونتني حتى في أخوتها شوي صبرت معايا حاطت بي معايا حسها دي ما استند حتى هي أمها وهي استند متاعي زادي كل شيء اخترت آية أنها تواصل دراستها في لوندن كيفش كان الاختيار هذا وكيف على قناعة معنتها آية ابنية صغيرة تمشي لوندن وحدها تقرأ كيفش؟ مراد نكتفي بالصورة هذه وبكل المعلومات اللي وصلتنا شكرا للشهادة للمرأة تونسية مرة أخرى أنه التونسي لا يعترف والتونسية لا تعترف بالمستحيل خلينا نرجع للأخبار اللي كان في الخمس دقائق الأخيرة معاك خالد سباح الفل والياسمين سباح الورد عايش كمينا سباح الورد والفل والياسمين اليوم بتبعي مش نحكيه على الحدث الأبرز اللي هو كأس فريقيا لكرة اليد نحكيه منتخبنا الوطني اليوم يخوض مبارات هامة أمام المنتخب غينيا انت لاقل من الساعة السابعة والحديث أكثر سعيد جدا باستضافة موفد التربية الوطنية عاطف جبالي مباشرة من القاهرة عاطف سباح النور سباح النور خالد سعيد أيضا جدا أني نلقاكم إذن من هنا من القاهرة أين كما قلت كنت تقول سيجري المنتخب الوطني التونسي مباراة مهمة لحساب الربع النهائي من كأس إفريقيا لكرة اليد منتخب يشيقاب المنتخب غيني يدربوا منتخب يدربوا فني تونسي اللي هو إبراهيم لغا يعرف جيدا إذن المنتخب الوطني التونسي البارح كنا سئلنا اللاعبين يمكننا انتفرجتوا في ستوديو الكان وكنا حكينا معاهم على الفني التونسي اللي هو يعرف المنتخب قالوا صحيح أنا تو بالنسبة للمنتخب غيني لكن المنتخب الوطني التونسي ما يساومش في المباريات هذه وقادر أنه يجاوز منتخب غيني وصول إن شاء الله إلى النصف النهائي البارح في الحصص التدريبية كان غاب وسامر ميكي كان حاضر لكنه ما دربش مع الجروب وسامر ميكي كان تعرض نزلت برد إن شاء الله لباس وسامر يمكن يغيب على المباراة اليوم مقابل أنه يرجع في نصف النهائي نذكر نزلت برد لما هيش إصابة إن شاء الله لباس وسامر ميكي حسب ما حكينا مع الملعبية الملعبية معناها تحس هم عاملين جو شيخين دي كونتراكتي وحاضرين هذا اللي أكثر إذن عازمين على على اكتساح إذن منتخب غيني والمرور إن شاء الله النصف النهائي ووقتها ما زال فما حديث تويل بما أنه النصف النهائي يمكن أن نقابله المنتخب المصري ولمالين نتجاوزوه نتعديه للنهائي معنا هاو كانت حاب نأخذو نذكر خالد رأو صعيب ياسر ياسر بش تحكي مع مواطن مصري في اللايف هوني في مصر الشرطة متاحهم معناها بالحق صعيبة ياسر في الحكاية هذي يلزم ترخيص من وزارة الداخلية وبروسيدورة ويلة ياسر لكن هاو تمكننا بش نأخذو الحاج مسعود هكيكا الحاج تفزل الكاميرا حاج تفزل هكا الكاميرا المنتخب نحكيه وخالد بش نعمل ربط مع منتخب المصري ما كتعرفو البيرح تمكن من ترشح بعد التعادل كان الشوت الأول سيء خالص لكن الشوت التاني حلو او كويس يعني بس عندنا الدفاع الدفاع زي الزفت خلنا الدفاع زي الزفت لكن الأهم صار اللي هو المنتخب المصري ترشح اه ترشح خدنا تاني فهمت من كلامك غير راضين على المردود اه طبعا اه غانا طلعت واحنا الحمدلله سعدنا تال تاني المجموعة شوف انت المنتخب المصري نجم يمشي البعيدة ان شاء الله بإذن الله هناخذ الدورة بإذن الله هناخذ البطولة ان شاء الله محمد صلاح بإذن الله هيتعالج هيلجع بالصرح هناخذ البطولة ان شاء الله بإذن الله وأنا بحب علي معلول جوي عشان أهلاوي اه هم حاجة عندنا علي معلول والمنتخب كرت اليد في بالك اللي هو يلعب في مصر محمد الأحمر وكذا اسمي على حلو برض المنتخب جميل يعني بالصراع النبي اللعبة شعبية محمد الأحمر محمد الأحمر يعني جنب تونس نحن مع بعضنا هم توا يلعبوا اليوم الرابع النهائي مباراة رابع النهائي بإذن الله رب نكرمنا إن شاء الله حنفوز إن شاء الله شكرا شكرا نفهم وكهيرا والشعب المصري لكل عندهم في أذهانهم كان منتخب كرة القدم بالنسبة لهم كرة اليد معناها ما يتبغوا يش برشة مش كيفنا نحن اللعبة شعبية ثانية إذن في تونس ما عندهمش غرام كبير بالكرة اليد لكن كرة القدم يشجعوا منتخبهم بقلب على الأخر خاطر تحسهم يسر يتفاعلوا مع متخب كرة القدم تقريبا هذا كل ما عندنا منعرش كانت تحب حاجة أخرى شكرا عاطب وشكرا لك إن شاء الله ننتظرك في مداخلات أخرى إن شاء الله معاك بعض من الجماهير التونسية وأول مصري أيضا على حد السابق فهم عليش ما يزوم بترخيص الظهر اللي بشي تكلم والمصرف المباشر وحنا حنين القسم يوميا تتجول تحاوس في الأسواق وتعطينا بين المواطنيين وتاخذلنا في الأسعار وتخذلنا في بكل عفوية فروقات كبيرة لحقيقة لهنا على الأقل بيش نعرفه أحنا ويزعاد شعالي خالد شعالي آخر معطيات قبل 24 ساعة قلب من 24 ساعة على خوز المباراة الحاسمة إن شاء الله غدويك بقدرة ربي معنا بشي يكون عندنا بلاتو خاص معنا بالمباراة المنتظر للمنتخب الوطني التونسي أمام جنوب أفريقيا نذكر المباراة بشي تلتأم على الساعة السادسة إن شاء الله عنا صرنا الوطنية تكون في الموعد ولي ملاء ثلاثة نقاط يخليونا نمشيوا لبعيد ونتأهلوا في المجموعة هذه البارح صراحة مباراة هيتشكوكيا مباراة سينارويت مجنونة تماما صارت البارح برشة في رقة وترشحت وبرشة في رقة غادرت بينهم أكثر مفاجأة معنا منتخب البلد المناظر منتخب الكوديفوري ينهزم بأربعة بلايش لكن الحظوظه مزلت قائمة ينجم يترشح كأحسن من أربعة ثلثين هاو أمام نتائج البارح غينية الاستوائية في ستعال كوديفوري أربعة بلايش وغينية بيساو أيضا أن هزمت أمام نيجيريا هاو ترتيب غينية الاستوائية سبع نقاط نيجيريا أيضا سبع نقاط ترشح وذوم الزوز الكوديفوري المفاجأة ثلاثة نقاط فقط في المركز الثالث ومنزلت حظوظه كما قلنا قائمة معناها في الترشح كأحسن رابع أيضا هذه الموزنبيق غانا ثنين ثنين صراحة أن مباراة البارح غير عادية بالمرة على مستوى التشويق الرأس الأخذر ومصر ثنين ثنين ألف مبروك لمنتخب المصري الشقيق لتأهل ثانيا وغيني الاستوائية اللولة أو من الترتيب الرأس الأخذر سبع نقاط مصر ثلاثة نقاط وتأهله غانا زوز نقاط والمزنبيق نقطين شكرا لك خالد تتيك الصحة غضوة سنونا في بلاتو خاس شعرنا غضوة اعتيهم شوية هكا أفون إن شاء الله فمزيف معتبر معنا يسبق له أنه تقمس أزياء المنتخب الوطن يتنصب شكونا نتواجد معا شكرا لك خالد مشكور على تأمين الفقر هذية وعلى تنصيق العام لللقاء الصباحية هذية برنامجنا اليوم من إخراج نجوم حمودة رئيس التحرير أبو بكر بن عمر شكري وامتناني لكل زملائي اللي بشتروا أسمائهم في جنريك النهاية نتلقى غضوة بإذن الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة